سلام الله عليكم أجمعين أحبائي وحبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير أنتم تشوفوا في الفيديو اليوم كما لكم تشوفوا الوجبة اليوم مخفيفة وبنينة وماشاء الله عليها إن شاء الله يا ربي برك تعجبكم الجاج محشي بالجبن أو كما يسمى هنا ليكور دوبلو ولكن ما فيهمش الجامبو أنا حنا في الضار ما كشلي يكل الجامبو ما حشيتهمش بالجامبو درت لهم فقط الجب جي الوصفة سهلة ما فيهش بزاف المقادير وبنينة ما شاء الله إن شاء الله يا ربي برك تعجبكم وتنال الإعجاب التيحكم وما نطولوش بزاف ونروحوا ونشوفوا المقادير اللي نحتاجهم في هات الوصفة بسم الله عندي هنا يا حوالي 600 قرام تحجاج مقطع بلون تعازدر يعني عندي فرماش تعراكلات أو أي تهاجب نكون عندكم أنا فضلت على الراكلات لخاطرش فيه البنة تعاه قاطعة بزاف قاوية لها بغيت شو زيته هو عندي بطبيعة تلحل الزيت عندي شابلوغ ولا الخبز اليابس هذا كان أنا خدمتها مطحون أنا طحنته زوج بيضات وحرور شوية كوري مشي بزاف وطبعا الملح هذا وش نحتاجه لهذا الوصفة هنا يا هنا يا فرمت الجاج في الروبو طحنته كما راكم تشوفو هادي 600 قرام بتاع الجاج مصدر ضربوك نكسر عليها البيض نشوفو هنا قبل ما نتم الوصفة راكم تشوفو فيه شعر نندير وما راكم تسمعو فيه هنا يا لكان عندك الجاج بزاف ولا بغيت يتصنعي كونتيتي قليلة تقدري يديري بالجاج بلا ما تديري لا شابلوغ والبيض لو كنقولك كان علش درت لا شابلوغ والبيض على خاطرش الكمية تاع الدجاج عندي ما قلنا عندنيش صغيرة قليلة بغيت باش ندير على حساب قاع الأفراد تاع العائلة على هادي كرا مني درت درت البيض ودرت الشابلوغ ولكن إلا كان كنتو غير زوج ولا ثلاثة ولا كانت عندك كيلو ولا فايت انتاع الصدر تاع الجاج مكان لا هتديري الشابلوغ كما درتانا ديري جاج واحده يجيك أحسن درت هادوك ليزي بيس اللي راني قلت لكم عليهم في هاد الجاج مع ذوك زوج تاع البيضات وندير تلت مغارف تاع شابلوغ درت سوج ندير الزوج ونشوف أبخي غادي زيد ندير الثالثة نخلط مليح هاداك البيض في هاداك الدجاج اللي عندي مرحي مع الحرور مع الكوري غاي شوية مشي بززاف تاع الكوري مع الملح ونبعد نبقى نزيد في الخبز اليابس ماكسيموم ثلاثة تاع الملاعق تاع شابلوغ ما تزيديش وراني قلت لك إلا كان عندك الجاج بززاف سيبالا بنت ديري شابلوغ ديري غيل الجاج وليزي بيس وسيتو هادا مكان وصفة شابة وبنينة ولكن تتكل حامية لازم لك إلا كان دلت هادا الوصفة لازم تتكل حامية لخش كي تبرد هاداك لشاغم التاحا و الوبوت تاحا كي تكون حامية كي تبرد ما تبقاش مليحا لازم لكي تعاودي تحميها مجديد حنا يا شفته باللي راه خاصه شوية 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 شابلوغ ما جاري شوية زيت له مغرف كي معاك وخلاص سيبو ما تكتريش بزاف شابلوغ تقولي راه ترى ينزيده بزاف لخاطر شابخي هاداك الشابلوغ اللي هو الخبز اليابس يتشرب هاداك البيت ويتشرب هاداك المال اللي في الجاج وتيبس لك الكفتة تاعك تاع الجاج تيبس لك كي ما هكا و من بعدك ينطب قا يتكوري في هاي لنتو ما خمسة تاع الناس ديلي خمسة لنتو ما ربعة ديلي ربعة لنتو ما تمانية ديلي تمانية يعني على حسب أفراد العائلة تتقسمي قوائرات على حسب الأفراد تاع العائلة تاعك احنا يجبت بابي كويسة ولا جيبي بلاستيك احنا يدرزوش تاع البيضات حليتهم درت لهم شوية تعملح ولكن ما استعملتهم احسن ديري غير بيضة واحدة ودرت شوية شابلوغ تاني وهدا بابي كويسة وراني حطيته نخدم عليه الجاج درت له شوية تاع زيت باش ما يلسقش ولكن عندك البلاستيك تقدري ديلي ببلاستيك في بلاستيك البابي كويسة ومان بلاستيك تدهنيه باش الجاج ما يلسق لكش في البلاستيك ولا يلسق في البابي كويسة تحكمي الكورة تاع الكفتة تاع الجاج كي ما حكا وتبقى يتحلي فيها دائرة ولكن رايحة للطول اوفال حليها اوفال على هاد الطريقة وبعدها نجيبو الجبن التاعنا كي شوفو كي غادي نشكله غادي ندلها الشكل مين القالة حتى هوا باش نعطيه نصف الاوفال نصف الدائرة وارا كي ما هكا نقص منه شوية ما طول راختشها طويل ولكن هادوك اللي دي شي اللي قصت اللي قلعته ما غاديش نقيسهم غاديش نقيسهم غاديتما نديرهم غايل من فوق نعود نطيبهم كي شغول الحشوة على الفرماج جي غلايدا وخلاص نديرها كي ما هكا ونقلب عليها الجهة الزاوجة وصفة بنينة وطريقة سهلة مراهيش مش كومبليكي زعمة ولكن كي ما قلت لكم لازم تتكلب حامية هادو الوصفة تبلعيها مليح في الحواف التاحها باش الفرماج ما يخرج لكش من بعد كي ما هكا نصف دائرة على هادو الشكل ومبعدة كينا نديروها في البيض هادوك اللي راني يدد فيها شوية عملح وخلطته نرمدها مليح في البيض ومبعد نعود نردها في الشابليخ نرمدها غاية في الجهات في زوج ونزوج خاطرات وانا نقلب فيها ونعود باش تشد لي مليح الخبز لشابليخ باش تشد لي مليح لشابليخ كي ما هكا ونديرها في السني وندخلها باش ندخلها الكوشة كي نكمل قاعد ندخلهم الكوشة يعني اتقدري البيضة ديريها فى المقلة كي ما هكا تخليها على جهة كي تكمل اللي وهو ق備 اللي ان بقصل اللي عندك تدريها فى المقلة ولكن انا اخترت الكوشة فى الفرن عندك الخيارات تبغي تدريها فى الفرن, تبغي تدريها فى المقلة انا خيارت باش نديرها فى الفرن أتجي اسهل يعني هديرها فى الكوشة وتقبلها حتى اللى الضيب نقعد ندر كي ما هكا حتى نكمل قاع الحبات اللي راه م عندي سهلا كما راكم تشوفو مش كومبليكي بزاف هنا الحبات تتوعيرها مواجدين هنا قادي نديرهم شوية زيت من الفوق بش ما يجونيش ناشفين بزاف كما تعرفو زدرته على الجاج يجي ناشف ماشي كما الكويس وان فليس راني دايرا فيه المخلطته بشابلغ ماشي ما يجينيش ناشف راني دايرت لها شوية زيت كما عاكم تشوفو دايرت لها غاية الزيت كاح في الحواف وملفوق في السطح وبينسوا الزيت غادي ينزل من تحت ندها نقاع الحبات اللي عندي بالزيت غاية والفرن التاعي رايح ما ندير هات الطيب ملفوق ومن تحت على 180-200 دراجة وانتظروا فرن المروحة بش يدخلها بغاية حتى تشوفي بانسيخ تشوفي اللون التاعه ولا ذهبي اعرف بللي سيبوه طبق التاعير هوا جد غليت معا شوية عباطاطا ودرت شوية عصلاطا معاك ما راكم تشوفو شبحت الطبس كما هكا قلت نكسب معاكم حبا باش شوفوها من داخل كاتجي دايرا ولكن البنة تاحا حقيقة لا تقاوم ولكن كما قلت لكم في الديبي من حيث اللي بدا الفيديو الوصفة تتكل حامية وجديدة ماشي تقعد حتى اللي تبرد الفرماج تاحا يبس وما تبقاش كمامية تكون جديدة صراحة مكش بغي ندوق ولكن شحاني المنظر غادي ندوق قدامكم مخصو نشوف نتمتع بللي بالدوق تاع الجبن لاني ما نقاومش الجبن صراحة ولكن جي ماشا الله رائع بسم الله نتمنى بركة جربوها عشان هي جات البنة تحا سيفغي لا تقاوم نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم وكان نخفيف عليكم وان شاء الله يا ربي تجربوا هادة الطريقة وهادة الوصفة اللي يمشي مشتركها في القناة ورايتشوف الفيديو ونتمنى باش تشترك لي في القناة ولعجبكم الفيديو مع عليكم غادي رجم تخلوا لي كومونت يا قشباب ونقول لكم الى الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته